عندنا في معظم مدربين يعني أغلبية إن هو طريقة اللعب الهندبول العادي مش الدفاع والفاست بريك أو إن هو بيحتاج إن هو عايز يبقى فيه شغل كتير عايز يبقى فيه يعتمد على الخط الخلفي أكتر فأنا شايف إن هم فيه لا فيه مدربين بتعتمد على كده فيه فرق تلاقي الإحصائيات بتاعتها الونجات هي المعدية الإحصائيات وفيه فرق تانية العكس بيبقى الخط الخلفي طبعا أنا مع طبعا جزئية الونجات هي طبعا عندي دي مهمة جدا طول ما أنا عندي وونجات سريعة بتسجل يبقى أنت مشي صحيح بتسجل أنا وبيسهل علي الموضوع الله ينهور عليك كتب ما ليش أنا حبيت أتطرك المعلومة دي لأن دي حتة فناء يمكن لا 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 دي حتة فناء لا دي طبعا دي حتة كويسة جدا وهو سيسا ما شاء الله عليه من اللعيبة السريعة من اللعيبة الفايتر اللعيبة اللي هو بيحب وبيجيد الحتة دي كويس جدا وبروندو مصمم عليه وفعلا بدأ يوصلوا للنقطة اللي هو محتاجها في البطول تساعد بها المنتخب خلينا نروح على إحصائيات برضو مهمة يمكن برضو إحنا مش عندنا الإحصائيات كاملة لأن زي ما حدوقك عارفين لسه في مباراة بكرة ولسه في مباراة شجالة في كأس الرئيس هنخش على إحصائيات المنتخبات الأفريقية من حيث التصويبات والأهداف يعني استعرض معنا كده كابتن منتخب منتخب لها كم مباراة وعمل كم تصويبه وحق منهم كم هدف الكون هو طبعا رقم واحد عدد مباراة خمسة على الشاشة مع حضراتكم طبعا الأرقام تصويبات 270 الأهداف 178 ٦٦٦ 발생 أنجولا خمس مباريات عدد تصويبات 269 الأهداف 176 65% بعدها مصر أربع مباريات 204 تصويبة 139 68% هي دي تقريبا هي أعلى نسبة منتخب مصر بس عدد مباريات تونس أعلى منه تونس 72% تونس 177% وحطين 127% وخلي بال حضرتك ده رقم يعني يخد لما تونس عاملة محاولات أقل وجيب نقط قريبة منك أو أهداف قريبة منك في الحقيقة تونس فعالية أعلى تونس فعلا فعالية أعلى في غينيا أربع مباريات 191 126 هدف 66% سنغال شايف فرد سنغال ونيجيريا اللي هما خرجوا من البداية نسابهم عالية جدا تصويباتهم عالية جدا دي سنغال لعب أربع مباريات 200 واحد تصويبة 120 هدف 60% نيجيريا أربع مباريات 182 نسبة مع نسبة الأهداف 113 دي أنا شايف نسبة كويسة على الرأس لا أقدر نفس الكلام 177 106 وهدف 60% نسبة النجاح في الرأس الأخضر طبعا أنا شايف أن النسب عالية جدا معرفة أجابت دايما طبعا إحنا استعرضنا أكبر 8 فرق في البطولة بعد كده قلت قوي ولكن دايما الأرقام لا تجذب ولكن لأنا شايفه ده لأن الأرقام بتجذب يعني لما لقى تونس أعلى نسبة تصويب 72% ومش في الفاينال بالظبط ونلاقي فرقة زي الفرأس الأخضر بتصويب نسبة تصويب 60% قال 12% من تونس وهي اللي في الفاينال وهي اللي في الفاينال هيا الأرقام بتجذب أطبعا ها دي حقيقة ها يعني 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 أنا أصدأ أقول إن ممكن أجيب لك جانب من الأرقام يخدعك أكيد طبعا وده بيقول إن أنا 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 كان أي مشاهد أو أي واحد شايف الأرقام دي هنقول طبعا تونس فرقة قوية جدا وأقوى من مصر ها تقول تونس أقوى من مصر صح يعني لو أنا هشوف في الأحسابات دي إحنا جايبين بس إيه عدد التصويبات والنجاح في التسجيل فأكيد طبعا كل ما تعاد أنا هشوف حاجة زي دي أنا أقول طبعا تونس أقوى من مصر بكتير بس في رقم برضو إن إحنا حطين 139 هدف هم حطين مية سبعة وعشين مية سبعة وعشين هدف فهو برضو النسبة برضو مش كبيرة آه يعني أنا مثلا ميتين واربعة تصويبة هم شايد مية سبعة وعشين آه فطبعا برضو هو نسبته يعتبر أعلى طب كتن خلينا عشان إحنا فضلنا يعني يمكن دقتين على الختام بس خلينا نقول هداف البطولة مثلا هداف البطولة بسرعة كده قبل من من كونغو من كونغو يعني هداف البطولة من كونغو آه هو لعب خمس مبارات أورليين اللي كونغولي حاطت كم هدف أجبت أربعين هدف يا ساتر آه بعدين نيجيريا شاتومبي اسمه شاتومبي آه آه شاتومبي يوسف يوسف فاروق من نيجيريا من نيجيريا 37 هدف ردوة ما تسمعتش اسمه ماصر أنا مش عارب آه يعني سيسا 16 هدف هو مش موجود مصر خالص خالص يعني في الإحصائيات اللي عندنا هو طبعا هو غيبين لغاية يعني آخر واحد من المغرب آه إسماعيل من المغرب جاي بعشرين هدف آه وتقريبا كل دول ما فيش ولا واحد من مصر يعني في النهائي راسل أخدر من مصر مش موجودين طب ده برضو رقم يعني هل الهدف مش جاي من مصر بحينا نلعب لقى بجماعي برضو حاجة دربك بصراحة ما هي دي بقى دي ببين أنا من وجهة نظري أن أنت كمجموعة واللي أنا قلت من البداية أن أن المدرب الأسباني روبرتو بيوزع الحمل على المجموعة كلها صحيح وبسرق لكل ملعب هنا طبعا هتيجي تلاقي فرقة الكون وهتلاقي اللعيب اللي هو اللورين ده جاي باربعين هدف هو تقريبا صاحب الفرقة ما بيطلعش من ملعب ما بيطلعش من ملعب طب كابتن برضو قبل ما نختم حراس المرمى حراس المرمى يمكن صاحب أعلى نسبة تصديات محمد علي من مصر بس قول الوحيد نسبته 43% دي نسبة عالية جدا بالنسبة لحراس المرمى نسبة كويسة جدا 43% 43% دي نسبة كويسة جدا 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 يعني بعدين ياسين إدريسي من المغرب 41% طب ده يدل على قوت حراس المرمى مصر لو هنيجي نبص هتلاقي أنه محمد علي بيلعب في فرنسا ياسين إدريسي برضو كان في فرنسا نتنين بيلعبوا في فرنسا آه شفت فالاحتراف بيفرق كتير حاجة تاني حاجة تاني شغل الاحتراف وأن أنت تبقى أجواء نفسها كأجواء تدريب وكأجواء حياة وعيشة لأ أنت في حاجات كتيرة بتتوفر لك نعم مش موجودة لايف ستايل في أوروبا طبعا لايف ستايل تاني خالص لأ حياتك كمان فيه عدد ساعات بيتطير منك في مصر أنت بتستفيد بها أناك مبتستفيدش بها هنا